موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أحبتي في الله تقبل الله صيامكم وقيامكم وأسأل الله العظيم رب العشر الكريم أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم أحبتي في الله إن من الأمور العظيمة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق حسن الخلق أيها الأحباب الكرام باب عظيم يقول ابن القيم رحمه الله الدين كله خلق ومن زادك في الخلق زادك في الدين ورب العزة تبارك وتعالى أول ما أثنى على حبيبه صلى الله عليه وسلم قال في سورة القلم بعد يعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم نون والقلم وما يصطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم فرب العزة تبارك وتعالى أثنى على حبيبه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة العظيمة صفة حسن الخلق وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس أن يتحملوا الأذى ويتحملوا الضرر الذي يأتيهم من الآخرين فلقد كان صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة الإسلامية لما كان يسجد عند الكعبة ويأتي أشقى القوم فيضعون جزور الإبل على ظهره صلى الله عليه وسلم كانت فاطمة رحانة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي فترفع الأذى من على ظهره صلى الله عليه وسلم وتسبهم وتلعنهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاها أن تسب أو تلعن وما ذاكم إلا من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم حتى مع أعدائه كان يعلم ابنته أن لا تستخدم الألفاظ سيء حتى مع أعدائه صلى الله عليه وسلم فلذلك قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ولما سئل صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يثقل ميزان العبد يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم أثقل ما يوزن ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق الشطر الثاني بعد التقوى حسن الخلق أثقل ما يثقل الميزان يوم القيامة ولقد كان صلى الله عليه وسلم وانظر إلى الأفعال إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أثقل ما يثقل ميزان العبد يوم القيامة أقرب وأحبكم وأثقل كلها تدل على صيغة أفعل صيغة أفعل وهي الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك أيها الأحباب الكرام يقول عروة رضي الله عنه وأرضاه يقول سألت أمنا عائشة رضي الله عنه وأرضاه فقلت لها يا أماه كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أولست تقرأ القرآن فقلت بلى يا أماه قالت كان خلقه القرآن انظر إلى الإجمال في الجواب كان خلقه القرآن وفي رواية أخرى أولست تقرأ القرآن قال بلى يا أماه فقالت كان قرآنا يمشي على الأرض وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها فذكروها عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار أمر عظيم أيها الأحباب الكرام لذلك لينتبه المؤمن لينتبه العبد أيها الأحباب الكرام لينتبه أننا أصبحنا في هذا الزمان الناظر إلى أحوالنا أيها الأحباب قد ابتعدنا عن كل معنى من معاني الأخلاق الإمام الغزالي في المستصفى يقول إن عدد آيات القرآن الكريم كلها ثمانية بالمئة فقط أحكام وأصول فقه أحكام فقية وأصوله ولكن 92% في القرآن الكريم كلها أخلاق وعقيدة إذن أيها الأحباب الكرام ماذاكم وكذلك في أحادث النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد على حسن الخلق وعلى العمل به وعلى الأمر به من النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك أيها الأحباب الكرام تجد أننا في هذا الزمان في الصف الأول ويكذب فالصف الأول مصلي يكذب ومصلي يغش ومصلي يخون العهد ومصلي 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 أفعال كلها بعيدة عن الأخلاق والمسلم أو المسلم يصلي في الصف الأول ويحضر المساجد ولكن أيها الأحباب الكرام ما ينفع أعمال بلا أخلاق وقد سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأعمال صيام وقيام وتصدق ولكن إيذاء باللسان قال لا خير فيها هي في النار إذن أيها الأحباب الكرام لا بد للمسلم أن ينتبه على هذا الأمر العظيم وأن يسعى دائما على أن يبادر الناس بأخلاق حسنة وأن يقتدي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض وما ذاك التبيان إلا من عظيم حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر